لا ارجع اناسي ارجع اتفرج على الجمال ده ديزاين مصري بالكامل بص الحد الديكور بتاع المكان عام نماشي مع تصميم القوضة اللي هو حطتها الحلقة اللي فاتت كنا في دميات الجديدة وماننا جئينا دميات فكان لازم نشوف عبش البيت لان اكيد كل الناس عايزة تجيب عبش منتها من دميات دي حاجة عالمية يعني دي انت لو جايبها من بره مصر او من بره دميات لو لقيتها يعني دي اعتقدها تبقى بدعف الرقم على الاقل لا اكتر طبعا بكتر عشان كده قارنا نيجي لاكتر مكان سري للعفش في دميات بتيجي من السودان بقالها سبع سنين عشان تجيب العفش والاساس من هنا من قلب دميات من المكان ده تحديدا مكان ممنوع تخش فيه اي كاميرا مكان هو اكبر مكان للاساس في دميات كلها عشرة دوار من الاساس كل دور على مساحة اكتر من 800 متر متخالي احنا بنتكلم على حاجة كبيرة قد ايه لو مش متخيلين لازم تطلعوا تشوفوها من فوق قبل ما نخش جوه لأول واخر كاميرا هتصور جوه المكان ده يلا بنا طول الوقت هنا هتلاقي مفاجآت يعني عايز اقول لكم انه استاذة ريم بتيجي من السودان بقالها سبع سنين عشان تجيب العفش والاساس من هنا من 4 دميات من المكان ده تحديدا متخدش من اي مكان تاني ابدا والله ما بيخل كيش تصوري بقالهم سبع سنين ما بخل انا اصور بس بناخد كده بس بناخد ما شاء الله الحاجة تدخل المعرض بتطلع على طول وليه مصممة بعدك سبع سنين انك تجي تجيب العفش بتاعك منهم؟ الجودة المتانة الفخامة التميز في الزوك في حاجات متميزة في حاجات غير غير بصراحة طب بما انك تجرى اقول لنا مثلا حاجة زي كده ايه لمسات الفنية اللي تبقى عندهم؟ الكوشن الجماش الخسب ماشا انفرج الناس الحاجات شغلني المساحة الكبيرة كل دورتهم من 100 متر ما شاء الله اكبر غرف النوم حاجاتهم مميزة الكوشن في الانتراب الترابيز مختلفة يعني انت ممكن تشوف التجم في المعرض تاني بزي عندهم ومتصفروا بقى الحاجات ازاي وتنولوها ازاي بنوديها عن طريق شركات شحن هم نفسهم بيوفروها لنا وبياخدونا الحاجات كلها معهم التوفيق منوارلنا وان شاء الله ترجعوا تاني الناس كلها بيجي هنا استروا عشان لسه هنشوف بقية القصص في المكان يالله خلاص الله يسهلين شكراك بصروا اللي هيشوف حلوة المكان هيفهم اللي دي موجودة في كل حتة حرفياً وعند الكاشير انتو كاتبين الممنوع التصوير حتى بعد الشرك ايوه معنا فدي اول واخر كاميرا هتخش في المكان ده طبعاً بس 8000 متر اساس عشرة دوار كل دوار ما شاء الله على 800 متر ايوه فدي اول واخر كاميرا معاكوا في اليوم السابع العرسان الجداد العرايس الناس اللي بتفكر تشتري يعني عفش بيتها اللي جاي يشتري العفش من ضمياط هتشوفه لمسة فعلاً مكان سحري بس والفكرة عندنا التشتريب الداخلي زي الخارجي بالزبط يعني مش بنهتم ببرا بس وبنسيب جوه كله خشب طبيعي عشرة طبيعية ده الداخلي عندنا بنخاف جداً على الموضلات بنصرف جامد على الشغل بنهتم بالدعم الداخلي اكتر من الخارجي مكانزمات كلها شفت كلوز حتى الادراج دهان جوه زي برا الدكة في التنديد في الموضل في اختيار القماشة في اقل التفاصيل في الخواطة دكة في القماشة في اختيار اللخام في اختيار الموضل في البلواز افكارنا كلها جديدة الموضل من اوله الاخره مناخد ضرفينه وفي النص ثلاث ادراج بعديها ضرفتين كتعة اللخام كتعة خشبية كتعة الخام التضلو ده بتعلق على الحيطة الفكرة ان التوابزة كمان الكباس كلها كل متدخلة عشان تيجي في اي مساحة بص على مستوى الانترير الموضل التنجيد بما ان احنا يعني ايه دي اول واخر تصوير هنعمله في المكان ده تمام شوية كلام عن الاسعار عشان اللي بيتفرج دقيقة في النهو الاسعار بارده يعني حاجة مثلا انسابة السفرة اللي احنا شفناها دي السفرة دي مثلا بعض الخصم خمسة وسبعين ده ثاني نهائي خشب طبيعي كله ده هنجوه وزي يبقى طبعا دي حاجة بقى زي الشغل الايطالي بالزبط دي حاجة عالمية يعني دي انت لو جايبها من بره مصر او من بره دوميات لو لقيتها يعني دي اعتقد هتبقى بضعف الرقم على الاقل لا اكتر طبعا بكتير لو احنا داخلين لقينا ناس جايين من السودان بياخدوا العفش يصفروا السودان هلهم سبع سنين يجوه اشتروا بياخدوا مننا ايوه طبعا هم سبعين فيه ناس من دول تانية بتيجي صدرت جميع الدول اولوبية وعربية الحمد لله ودينا فرانسا جميع الدول وديت موبايل طب تعال فراج الناس على القطع تانية طبعا تصدق علشان انا عايزكم تشوفوا اللي بيحصل احنا كنا بنصعر حلقة في دوميات الجديدة عن دوميات الجديدة والمشاريع والتطريب فعرفت حكاية المكان هنا فقلت اجل ان انا بحب الحاجات اللي فيها صنعة مصرية مختلفة تتكلم على 8000 متر يعني الرجل اللي قدامنا ده يعني شب مصري عامل 8000 متر اساس في مكان واحد وعنده اكتر من مكان فحاجة يعني لازم توقف قدامها تتفرج ده الفرع الرابع ده ارجع اناسي ارجع اتفرج على الجمال ده ديزاين مصري بالكامل بص الحد الديكور بتاع المكان عاملو ماشي مع تصميم القوضة اللي هو حطيتها دي بيسنج في خشب في ضغف خشبية الخشب طبيعي جدا القشرة اه طبعا حتى الشمع هنا زين نفسها زين العليقة زين نفسها هنا الضغف دي بيسنج ده الدولاب من جوه ده الدولاب هو مقفول حتى الشمع اللي هي ابسط حاجة في القوضة بنعمل كل قوضة بالشمع بتاعتها بنهتم بيها ده الدولاب الفنش الداخلي عندنا يعني ده البوف اللي هو ابسط حاجة تكون في القوضة ده الفنش من جوه زي الشون الإيطالي بالزبط على خماتنا وعلى خشبنا هنا الصالون المودرن الكنبة أربع مقعد والكنبة التانية أربع مقعد زيها الاثنين زي بعضة في الحجم دي حاجة ضخمة صالون المودرن خالص وماش موالك طبعا الترابيزة عندنا اختياري دول هنا طرابستين واحدة لون الكوشن هنا واحدة فتحة لون الكنب ده بعضنا ضجة حتى في اختيار النخيام فأدكي التفاصيل انا عايزكم تتفرجوا أكتر أكتر حاجة احاولها أسرق لكم أكتر حاجات ده دور واحد في ثمان تدوار مين إحنا يعني إيه؟ ده اللي عرفنا نسرقه منه ده هنا النوم قدولك ده ببعاً ثلاث ضغف ده التصميم الداخلي بتاعنا ده بقى إيه؟ يعني أنا إحساسي اللي أنا شايفه أقولك إن أنا شايف صنع الدميات الأصيلة أوي بس مع الشياكة وحاجة مدر أوي طبعاً هنا الجزء التاني اهو بصوا بتقسيمة عشان كنا نعرف النسجة تهتمة باتخفصيني حتى الهواء درجة الداخلي ايو طبعاً بصوا احنا بنصحب الضفة مش سمعين صوت خالص بصوا حتى هنا التسريحة بتاعتها ريئة جداً القوضة دي مفيش فيها ولا مقبض المقبض المقبض كلها منها فيها المقبض 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 من هنا هنا كنا بنصمم الشغل بقالنا في عدود سنة ونص نجهز المودولات كلها لان الفرع كبير جداً هياخد مودولات كتير جداً واستلس تلتمية واربع طبعاً ده مثلاً في حدود 40 ولو بتاخد معك كذا بنعمل خاص مشوية حلوة ابي وفي الفرع التانية في الفرع التانية عندنا مثلاً سنون المودر من اول تلاتين مثلاً حلوة ابي انت شغال على الحاجات الهي اند زي ما بيقول ايوه هو عندنا السفنجو كله واحد القماش غالبا واحد اللي بيرفع الشغل ده داخله ستاليس داخله اكسسوار داخله الخام داخله مشاهد ده اللي بيرفع الشغل لكن القماش كله حتى عندنا في الشغل العصار المتوسطة واحد السفنجو واحد الخشب واحد اللي بيرفع وينازل اللي هو الستاليس هقول لك على سير اتفضل انا ما شفت المكان ما شاء الله من برة واتحكى لي تفاصيله ايوه فطبعا انا عامل حسابيني هقابل صاحب المكان ايوه فانا مستني هقابل الراجل عالقل ستين سبعين سنة بقى بعد ما كبر عمل مكاني يختف به لا انا من سوري وانا باشتغلت صناعي اصلا ام انت بدأت صناعي صناعي طبعا والله صناعي صناعي من عالقل يعني ما بدأتش مثلا الفوارش طبو لا 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 بدأت طبعا مع الحاج وبعدها بشوية اشتغلت شوية برة اه كنت حابب الشغل جدا عالقل بداية صناعي اه طبعا كان عندك كم سنة 16 سنة انا وانتو بتتكلم هو بيتكلم هنزلكو شكل المكان بتاعه من نهاردة ما شاء الله الله اكبر رمسك الخشب علشان الناس اللي بتقول مفيش فرصة ومفيش فلوس مفيش شوية لكل مجتهد مصيب طبعا اللي بيبني نفسه بيعمل ايه طبعا كان والدي ممكن ياخدني من الورشة او مش عايزنا اشتغال عند حد او كده انا كنت حابب الشغل جدا حابب النجارة حابب ان انا تعلم حابب ان انا يبع عندي ورشة حتى لو صغيرة وابتديت فعلا بورشة صغيرة جدا صنعت ابسط حاجة اللي هو كرسي صفرة في دميات عندنا مثلا بتاع الكراسي مخصص كراسي بتاع الابواب ابواب بس اللي بيلزق اشرة هو بيلزق اشرة بس عشان كده دميات متميزة من الصناعي بيعمل كل حاجة فأنت بعدها تأول ورشة ورشة صغيرة جدا تحت بيتنا بعمل كراسي صفرة ببيعها فرداني لواحدة بدأت بكمية بسيطة فتحت الورشة عادت مثلا ثلاث سنين وبعد كده دخلت الجيش قفلت الورشة طلعت من الجيش كملت تاني عادت عدي في الجيش سنتين انا دبلوم صناعي قسمها ايوة خدت فرقة نجار نمازج في الجيش طلعت الاول على الفرقة يعني عادت في الجيش تتعلم شو صناعيش نجارة برضو ايوة وطلعت الاول على الفرقة واخدت شهادة خبرة شهادة تقديم القوات المسلحة وطلعت الاول على الدفعة في الفرقة دي ستة شهور في المصر الجديدة وكملت جيشي وطلعت فتحت الورشة تاني وكملت والحمد الله ايوة بعد كده الورشة كبيرت شوية كنت ببيع الشغل خشب بس للمعارض كنت بتامي عشان تكبرها كنت باشتغل كم ساعة كنت بقفل لحد ما بقى خلاص مش قادر اقف مش قادر اقف واصحة بدري جدا ايوة كنت يعني باشتغلك طبع من 15 ساعة في اليوم اه تعبت فترة والواحد يعني حتى مش معي حد صغير يساعدني يناولني يعملني بدأت اجيب صناعي في صناعي الورشة بدأ الورشة مثلا 100 متر بقت 200 متر كبرت شوية في شوية قلت لي انا ما نجيتش وشطة بوادهن وحاول اديل تجار بدأت اعمل كده فعلا بدأت برضو بأنترير وصالون واخت اجرتي مكان صغير بياخد مثلا في حدود خمس تقومة ما كنتش اقدر ان انا ابدأ بقوض نوم وصفة عشان مكلفة بدأت بالتقومة ربنا كرمني جدا وبدأت اديل تجار وبدأت اتعرف واحدة في واحدة في واحدة كبير معي بقى عندنا مصنع مصنع كبير جدا اعتبر من اكبر مصنع في ضمياط ومصممين بيساعدوني في حاجات بسيطة كده لما انا مش بعرف استخدم الكمبيوتر ولا اللاب ولا الحاجات دي في حاجات ببقى محتاج ان انا اشوفها متشطبة عشان اكسب وقت لاني بعمل مضولات كتير جدا بيساعدوني بس في حاجة زي كده بس لحدة ما ربنا كرمنا الحمد لله طيب ايه حكايت بقى لمنوع التصوير دي ايوه ممنوع التصوير حتى بعد الشيطة حضرتك عريس واشتريت ميمي وفرحانت جدا بالحاجة فانا سمحت لك تصور هتستلم بعد شهر بعد اثنين او استلمت حاجتك واحد صديقك خاطب قاعد معاك وراح يشتري مبينة من ضمياط حضرتك عايز تخديم اني بتقوله والله ما تشتريش غير من معرض لمسة الحاج محمد ايوه ايوه فالحاج محمد كويس جدا ما تشتريش غير منه ما تلفش في ضمياط انا لفت ضمياط ده احسن معرض هناك حضرتك عايز تخديمي صديقك دوت مثلا طب وريني جبت ايه جبت كذا وكذا وكذا ببصه على الصور طب بعتها لي بتبعت له الصورة انت طبعا عايز تخديمي انت كده ضريتني الصورة بقت في كل مكان الصورة هو بعتها لخطيبته انا ممكن يبقى فيه مضل داير معي بعمل تمانية واربعين طبعا انا عندي الشغل يعني بصرف عليه شوية باهتم بخشبه بعمل خشب طبيعي باهتم بالتنجيد بالدهان بدين جوا زي بار زي ما حضرتك شفت كده ممكن المضل يقوم متقلد يتقلد بقى في السوق طبعا بتبقى بنص الرقم خمات اقل خشب اقل هو خدي الفكرة بتاعت الموضل وفي قصص كتير هنا بس احنا هنضطر نختم علشان في فتتاح تحت ايوه والناس كلها وزينة اه وهو قال لي هنختم من هنا قال لي ليه بقى هنختم من هنا علشان وقال لي اصلا ما حدش اعرف يقلد ايوه هي صعبة جدا ايوه فيها فنيات كتيرة جدا من الصعب انها تتقلد بسهولة ليه بقى يعني اقول له يعني فات ما احنا لو ورانهم هيعرفوا يعني الدوران هنا غير هنا الدوران من وراء غير من الجزء ده فيها تفاصيل كتيرة جدا فيها تنجيد فيها تطريز داخل فيها ثلاث ألوان في الدهان مع لون البن الفاتح واللون الجبه فيها تفاصيل كتير حتى الضرفة الدوران حتى الفينيش الداخلي شغلها يكون ريخي شوية وصعب تعامل فيها جلد كمانا ايوه هنا جلده متطرز حتى البوفيه نفس الفكرة البلواز داخل فيه نفس التطريز هنا والله العظيم احنا عندنا فنانين وما بيركزوا يعني لو كل واحد فينا كده حط موت نفسه في الشغلانة زي محمد احنا نبقى في حتة ثانية يا الله شكرا يا أستاذ محمد وان شاء الله رب فاتح الخير 8000 متر في المكان اللي احنا وقفين فيه ده الله هو أكبر من شاء الله نمسك الخشب 8000 متر 10 دوار كل دورته 200 متر اي حاجة انت بتحلم بها بتفكر فيها كمينة صغيرة كمينة صغيرة موديل ونهو كلاسيك وسمي كلاسيك محمد الله دميات بقى الحلقة الفاتحة انتو شفتوا حاجات الحلقة دي شفتوا الاساس عندك بحر هتلاقي عندك نيل هتلاقي عندك كل حاجة بتفكر فيها تلاقي في دميات هتجي على هنا هتلاقي كل احلامك شكرا يا محمد هتفرجنا على شغل للديد محمد الله وارب بالتوفيق والمكان ده يبقى واحد واثنين وثلاثة وعشرة ونجيلك بقى مش في القاهرة لا برا مصر ان شاء الله خطوة الجاية تكون برا مصر ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق ومليون نجاح كده وانت تستير كل خير شكرا ليكم وخليكم دائما معانا على تلفزيون اليوم السابع وبرنامج بيني وبينك شكرا اشتركوا في القناة